السلام عليكم ديال التفاية وفيه أنواع اليوم غادي نقدمه واحد نوع غادي نحتاج واحد الفروج أنا عندي فروج بلدي والتالة كان رومي ما فيها باس حتى هو مزيان غايتصاب عندي موجود معاه واحد جوج ديال البصلات الصحاح الخرقوم سكين جبير البزار الزفرال الحر الملحة السمن وعويدات ديال القرفة وزيت نباتية وزيت وزيت العود زيت المائدة وزيت العود والكسكسو والكسكسو أنا كان كاندير كسكسو رقيق ما كانديرش الكسكسو الغليد ما كيعجبنيش كيعجبني كسكسو رقيق غادي ناخدو البرمدياننا ونزلو في هاداك الفروج هنزيد هادوك جوج بصلات صحاحين ما نقطعهمش هادين تعرفو علاش من بعد ولغاعد غادي ندوزول التفايا نصوبوها بوحدة غادي نزيد هاديك المقادير اللي عندي معلقة كبيرة هادي سكين جبير كيف ما كتعرفو الدجاج كيبغي سكين جبير مزيان غادي نزيد واحد شوية البزار البيض هنا هنا ما كنديرش البزار الكحيل كندير البزار البيض الخرقوم بلدي الزعفران شعراء الملحة ما غا نكترش بزاف لأنني ملحة جج وعندنا السمن حتى هو ملح عويدة دي القرفة السمن والزيد كيف ما كتعرفو را كنديرو تال آخير ما كنديرو شده با صافي وغادي ندير الماء واحدة حزيمة دي المعدنوس غادي نديرها حتى هي غير محزومة وغادي ندير الماء كافي اللي غادي يطيب فيه ذاق الفروج صافي هادي هي نصبة ندير الدجاج وما غاديش ندير الزيت حتى حتى هي طيب هادي كندير ليدا هاد المرقة دي التفاية مخصرش تكون مرقة كتيرة هاكتكون غير قليلة لأن الكسكسوك يترطب مزيان يعني المرقة وخاكتكون قليلة كتكون كافية صافي غادي بما أن الدجاج بلدي خاصو شوية دي المرقة زايدة بشي طيب مزيان ونفورو عليه الكسكسو ها فيو غادي ننتقلو غادي نحطوه على على النار وغادي ننتقلو للتفاية دي النار هنا عندي واحد تقريبا جوج كيلو دي اللبصلة كان شنفها يعني كان قطعها على شكل طولي عندي واحد تلتمائة جرام دي الزبيب شوية دي البزار البيض الزعفران الحور يعني كان نصبها عادية والزبدة ما كندلها شسمين كندلها الزبدة والبزار كان أكد عليكم يكون البزار البيض وتحته هو غادي تعرفوا علاش هو كيكون شوية حار على البزار الكحل ها في غادي ندير لها الملحة وندير لها الزعفران الحور والبصلة تكون بيضة يعني البيضة باش كتصفي كتنزل مزيان هنا يعني عندي واحد تقريبا مع القاونص دي الزبدة شوية دي البزار البيض أنا لابد من الزبدة وخال الحلاوة هنا مزيج ما بين الحلاوة والملوحة خرقوه يعني هذا البصلة دينا ما هيخصة ما تبقاش قبطة دا كل لون بيض خصى اللون دي لا يتغير والسكار يعني السكار حسب الضوق ما هنقول لكم ش ثلاثة أو جوجد المعالق يعني حسب الحلاوة اللي كتبغيه وحتى اللي كيبغيه ناقص يديروا شوية ناقص والقرفة وما غاديش نديروا لها المهد البصلة هنديروا لها عافية مهيلة حتى تخرج البصلة المادية لها لك هتلاحظوا لما درتش سكين جبير هادرت غير البزار البزار القرفة الزعفرال الحور الملحة سكار صافي هاد العسل غنخليه حتى الأخر لأنه سكار كي علك هو اللي كيلسق البصلة والعسل كيعطي الماداق ما غاديش نديروا دابا حتى تطيب البصلة مزيان وتتعلك عاد كنزيد واحد جوجد معالق كبار أو حسب الرغبة ديالكم عاد نزيدهم أن السكار بوحده غادي يعلكها مزيان ولكن ما كيعطيش واحد الماداق وذو غنخليها ونخلي هاد البصلة تنزل مزيان أنتم ما غادي تشوفوا المال اللي غادي تخرج هي العافية تكون مهيلة إلا لجهة لها العافية أراها ما غاديش تخرج الماداق لها غادي تشوط عافية مهيلة وهي كتطلق الماداق لها هادي نغطيها باش تحرق بزيان ومن بعد نوريكم المال اللي غادي ولي فيها دعما هنا غادي ننقص لها العافية باش تطبع لا مهل هنا غادي نوجدو الكسكسو دينا هنا كيف ما قلت لكم كان يعجبني كسكسو رقيق هاد الكسكسو غادي نقصو يكون نرتب مزيان ما يفوتش حدو يعني كسكسو إلى سقيته بزاف من اللي كتبغي تسقيه بالمرقة ديالورا ما كيشربهاش ما كيجيش لديد يعني يخصو يكون واخد حقو غادي ندير هنا معلقات ديال الزيت وغادي نمررهم على ذاك الحبوب ديال الكسكسو كله أنا غادي ندير ثلاثة ديال معلقات وعلاحظها بش حال عندك ديال الكسكسو أنا هنا عندي كيلو ديال الكسكسو ندرت ثلاثة ديال معلق ديال الزيت عادية صافي خص الحبات كاملين يدوز عليهم ذاك ذاك ليدان صافي ما غادي نزيد لاما هنا لحت حاجة صافي وغادي نهزو يفور عشرين دقيقة ومن بعد لأن ما غادي ندير لش الملحة دابا حتين فورو المرة اللولى عاد ندير لول ملحة كي يكون بدك يتمفخه كيتحل كي يشرب الملح معلما صافي وكانك ينهزو يفور يعني احتهاد النوع من الكسكسو عنده العشق دياله يعني كسكسو بتفايا كي الناس اللي كي يبغيوه بالساف وكي يلقف المناسابات لا بد ما نقدمو الأنواع مدام قدمنا الخضار نقدموه كسكسو وعاود بالتفايا نقدموه سفا هنا الكسكسو ديالنفار سوف نزيد الزبيب نقيته من العويدات وغسلته بزيان وانا متخلي وش فازق في المال لان كي يفقد داك اللون دياله وانما ما كيبقاش في واحد واحد لديل الفزق بززاف الصغري يتغسلي غادي نهز الكسكسو باش نهنا نسقيه للمرة الأولى هنا المرة الأولى خليته عشرين دقيقة هنا ركيبة اللي يكون بأنه مازال ما تضعفش يعني مازال ما تكاترش الكسكسو مازاله بالحجم دياله ما يحد كنتيكه تسقيه وهو كي يزيدي الضعف هنا را عندي واحد يترول لرب ديال اللي ما في هاد القرحة سبعمية وخمسين ميليليتر غادي نزيد الملحة أنا غا نوريكم شحل غادي يشرب هذا الكسكسو وخدش في ورقيقره كي يشرب الممزيان انتيكا تدوري بديك و انتيكا تحسيك بيني الدكة تعرفيه واش مازال محتاج ولا لا الكسكسو مخصوش يكون قاسح يكون حرش هنقدر تلو الملحة و كنسقيه و كنخليه ارتاح ولبالي مازال محتاج كنزيده شوية و كنخليه عودتاني شوية للمرة التانية أنا غا نوريكم شحل بقادي يلمى صافي وكن حلم زيان مخصوش بقاديك الكويرات نهائيا مخصوش بقاديك الكويرات نهائية كي يبليكم ماشا الله رابدا كيت كاتر الكسكسو صافي وغادي نخليه يرتاح واحد المودة هندهنوه بشوية ديال الزيت و هنخليه يرتاح صافي راهم حلول مفرق بزيان هادي نخليه يرتاح و كنخليه يرتاح و كندوزه فيه و من بعد كنخليه يرتاح نبقى مع الكسكسو هكا حتى كيتحل كله سوف يكون نغطيه عليه ونخليه كل ما فورتي الكسكسو بكري كل ما جاك مزيان يعني ماشي بتفويرات سقيه بتفويرات عودي بتفويرات تقدميه لا خسو يرتاح ما بين تفويرات وطفويرات خسو يرتاح مزيان ما ترجعيش سخون الكسكس حتى كي يبرد دابا هنا هوا برد شوف كيف داير نازل هنايا شو دي الماء اللي بقى لي من اللي سقيت هنا تقريبا بقات لي واحد مية وخمسين ميليليتر دي الماء مية او ميتين من سبعمية وخمسين ميليليتر من يترول الله رب بقولي بقات لي هنا واحد الرابعة دي الماء مازال غد نحتاجها مازال غد نسقيه بها عود طبع غد ينهزه يفور غد نحتافظ بهذا كل ماء اللي 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 سقيت به باش نقول نوريكم مش حل تلصق هي والزبيب أما لأخلتها فهي عبارة عن كسكسوب البصلة والزبيب كسكسوب البصلة والزبيب بوحده هدك ماشي هو هو التفاية إلا نزلت يا هكارها حتى هو نوع من أنواع الكسكسوب إلا درت يا هكارها البصلة والزبيب كلم كلك طيبها مع دجاج لدخل كسكسوب دينا وفار المرة الثانية 15 دقيقة ساعة في غادي نزلو مازال غادي نسقيه مازال محتاج شويش دينا المك أني كتحسي به بين يدك كتحسي به من اللي كيرطب كتحسي به رطب هدي نبردو شوية وغادي نزيدو الماء غادي نزيدو ذاك الماء اللي بقالي ونشوف يعني من يطرو إلا ربع غا نزيد ذاك الكمية اللي باقية ذاك الميتين ميليليتر اللي بقات غادي نزيدها ونظن مازا نزيد باش يجيك سكسور طب مزيان وخاي بقى عندكم فور ما كيقصحش ونؤكد على الأخوات اللي كيسخنوا في الميكروند راه كيبس إلا بغتي تسخني في الميكروند ديليه في واحد الكيس بلاستيكي يعني ديال الميكروند ديليه فيه راه كيسخن مزيان ولكن ما تدريش الكسكسو عرياني يسخن في الميكروند راه كيبس من بعد أنا زيتو ديك الكمية ديال الماء وما عزل غادي نكمل ذاك الشي اللي بقى لي غادي نكمله يعني كيلو ديال الكسكسو هو خدالي ما بين تفويرات بجوج خدالي يطرو إلا ربع يعني 750 ميليليتر أنا كنزيد وكنقيس صفي أنا أخويت القرعان ما بقاش وغادي نحلوه وغادي نشوفه لكي المازل محتاج خاك تشوفو أنتو ما كيبالي كمرار طب أنا كنحس به لأنه ممكن نزيدو شي شوية إنه غير ملي كيبرد كتحسي به ملي كيكون سخون ما كتحسيش به واش محتاج ولوغمان غير كيبرد كتحسي به واش قاسح ولا لا هل تفايا ديالنا يا بدات كتتعلق وهنا ما غاديش تفرقيا هنا خلصك تحضيع إنه إلا تحرق لك السكر يعني تدل الددية لها كتبتدل ما غاديش تبقى واحد تفايا اللي تعجب ثافي كسكسو ديالي فورتو المرة الثالثة ماز تشلمة كانوا وعدك ثافي كانجيب واحد زلافة كبيرة كاندير بها واحد الحفرة أنتو ما غاديش تشوفوا لاش غاديتلق لي يعني فورتو المرة الثالثة عاود 15 دقيقة من بعد ما سقيتو المرة الثانية خليتو بردو فورتو أنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل ما بينتلكمش متسمحوا لي هنا عاودت العملية يعني ما جاتنيش هذيك الحفرة الوسط وغادي نقبط واحد صفاي كبير وغادي نصف المرقى المرقى ديالتفايا كتبغي تكون صافية هاد الشي علش قتلكم خصها البزار بيض لأن البزار كحل كيجي من القطف الكسكسوم وخص هالبصلة صاينة والحزمة ديال المعدنوس باش المرقى كتجي صافية هذيك الحفرة هي اللي كنسقيو منها وانتم عندكم اختيار سقيو كيف ما بغيت وانا يا غير اقتراح ديالي أو يعني هذي الطريقة ديالي كنسقي بها كانت الخفي عليه شوية كي الشراب كيتمشي هذيك المرقى كتخرج مع الجناب يعني كتديري واحد العوينات اللي واش كيمشي كتبط هذيك المرقى والمرقى كيف ما كتشوفو كتكون قليلة وميدة دماء ما كيتعجلك الكسكسوم حتى شي حاجة كيجي غزال شهوة منه كترخفي عليه يشرب كتحطي الدجاج ديالك صافي واداك الدجاج خصو يكون مغطيب هذيك التفايا يعني كت كيجي مدفون اوه تبارك الله عليكم وماشاء الله هركم كلكم كتعرفوا شنو كتديرو انا غير كنشارك معاكم شنو كنديرنا وكيفاش كندير اللي كنعرفها كنتقسمها معاكم ولا عندكم اقتراحات قولوها لي ولا عندكم افكار تأنا مدبية نسمعها تحاولي ما امكان تغطي الدجاج شوفو إلا كتلاحظو كيف ما امكان نقول معلكة فهنتم فلا ما كتزلقش ما كتطيحش يعني راها ملسقة مزيان ما كتبقايش تميزي ما بين البصلة والزبيب وكتقديه مزيان وكتتحطي معه جبابنات دي المرقاة كاللي كيبغي كيبغي يعني مسقي مزيان كاللي كيبغي شوية ناشف وتاكلوه بالصحة والراحة وجربوه ان شاء الله وردوه علي الخبار وإلا عجبكم لايكي وبرتاجي ومرحبا بالمتتبعين الجدد ديالي مرحبا بيهم وألف مرحبا أن هذه الأسبوع دخلوا عندي بزاف ديال المتتبعين ولا عندكم شي اقتراح قلوه لي ولا عندكم شي اوكلات اللي بغيين تشوفها قلوها لي وشكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في وصفات مقبلة إن شاء الله انتظروا مني المزيد والمزيد بحول الله وإلى اللقاء